لا عدالة لا سلام فرنسا مجددا في قلب التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة والذي حولها لعدوة للشعب كما يرى المحتجون عقب مقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية على يد شرطي فرنسي هذه الطلقة أشعلت شرارة غضب في نواحي الأحياء الفقيرة التي تعيش إرثا طويلا من إهمال الحكومة الفرنسية بحسب ما تشير صحيفة فاينينشل تايمز البريطانية وتؤكد الصحيفة أن الأحياء الفقيرة في فرنسا لا تزال على برميل بارود يكاد ينفجر وأن سكانها يشعرون بالظلم والتمييز العنصري لكن الأخطر في هذه المشاعر بحسب وكالة فرنس بريس أنها تحولت بنظر الشباب المهاجرين إلى انتفاضة للتغيير وليست أعمال شغب كما تصف الحكومة على الجانب الآخر لا تزال حكومة ماكرون تصر على الاستمرار بذات السياسة حيث توعد كل من وزيري الداخلية والعدل بتجديد العقوبات لتطال أولياء أمور الشباب الذين يشاركون في الاحتجاجات حتى أن الأخير أكد أمكانية الطلب من مشغلي الإنترنت عنوين الآي بي الخاصة بالداعين للمشاركة في التظاهرات وهو ضوء أخضر لا يقل عن طلب زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي بتقييد الوصول لشبكات التواصل الاجتماعي في سلوك يذكر بالانتهاكات التي ارتكبها رئيس الحكومة الأسبق في العراق عادل عبد المهدي فرنسي جنسية حين قطع خدمة الإنترنت خلال تظاهرات تشرين عام 2019 الكراهية والعنصرية أفتان على ما يبدو باتت تهددان فرنسا التي لطالما تفاخرت بدستورها الداعم للحريات فاللحياء الفقيرة التي تقتض بذوي الأصول العربية والمهاجرين الأفارقة أصبحت اليوم قنابل موقوتة بعد عقود تراكمت فيها مشاعر السخط والغضب من الإهمال وعدم المبالاة بأوضاعهم البائسة